اشتركوا في القناة مساء الخير يا دكتور كريم مساء الله يا دكتور أي دكتور كريم يعني ايه اشعة تدخلية هو الحقيقة زي ما حضرتك اتفضلت وقدمت هي دلوقتي الطب الحديث او مفهوم التقدم الطبي دلوقتي دخل في مفهوم المنمالي انفيزيف بروسيدورز او قليلة التدخل قليلة التدخل او قليلة الغزو باللغة العربية الفصحة واصبح مبدأ ليه تفتح اكتر لما ممكن تفتح اقل وطبعا كان التطور والتوجه ان الجراحات بدأت تتجه للمناظير والليزر وكل الكلام ده الاشعات التدخلية كانت احد اهم فروع المينمالي انفيزيف بروسيدورز وعشان نعرفها باختصار شديد هي استخدام وسائل التصوير الطبي المختلفة سواء من موجات صوتية تنظير بالاشعة السينية اشعة مقطعية او ايا كان لتوجيه ادوات شديدة تدخل من خلال فتحات صغيرة جدا في الاغلب لا تتعدى الملي متر الواحد او اتنين ملي لعمل عمليات قد تكون بسيطة جدا زي اخذ عينة او تفريغ خراج او ما الى ذلك او عمليات شديدة تتعقيد زي علاج اورام او علاج نزيف او علاج اورام خبيسة او وما الى ذلك حضرتك كلمتني كده عن الامثلة للحاجات اللي ممكن اشعة تدخلية تعملها طيب ايه الحاجات الشائعة او اللي انت عايزت كده تتكلمينها النهاردة اولها مثلا نتكلم عن البروستاتا يعني البروستاتا مرض بيتعب الرجالة لما يجبروا في السن بيبدأ ايديهم في التبول فاولا ازاي يحسوا ان عندهم المرض ده وازاي يتأكد تشخيصيا ان عنده هذا التدخل جميل هو اول حاجة طبعا زي ما حضرتك عارف البروستاتا هي اكثر الامراض شيوعا بين الرجال على الاطلاق وفي بعض الاحصائيات بتقول ان قبطوا 50% من الرجال فوق سن الخمسين وقبطوا 80% من الرجال فوق سن السبعين عندهم مرض تدخل البروستاتا وبما اننا في مدخل الشتا وطبعا حضرتك عارف الشتا بيدخل وتبدأ متاعب التبول الروح الحمام يزيد بالزبط كده والدهول بالليل الاعراض بتبقى في الاغلب كلها اعراض تبول بتبدأ من ضعف تدفق البول دخول الحمام كتير الصحيان بالليل كتير الستريم نفسه بيبقى ضعيف بالزبط الطيار اللي خارج بيبقى ضعيف ممكن يبقى فيه حرقان في التبول ممكن الام في العانة والام في العجن كل دي بتبقى اعراض تبقى في البروستاتا منتأكد في التشخيص منتأكد في التشخيص اهم حاجة طبعا عندنا الموجات الصوتية وهي ابسط حاجة منعمل موجات صوتية على الحوض قبل وبعد التبول لان لازم فيه حاجتين لازم اقسهم مهمين جدا الاولى هي اياس حجم البروستاتا بالتحديد والتانية هي اياس كمية البول المتبقية في المسانة بعد التبول لان دي بتديني دلالة هل التضخم ده مأثر على البروستاتا ولا لأ يعني حاجة كمية البول ما خرجتش بالزبط كده فده احنا بنقدر نقيسه بالتحديد جدا عن طريق الموجات الصوتية الحاجة التانية اللي مهمة جدا في اي تضخم ان احنا نعمل تحليل دلالات اورام البروستاتا البي اس اي لان التحليل ده هو اللي بيستبعد لي لقدر الله وجود اورام خبيثة خبيثة فده لازم نعمل ده شيء حميد وممكن اتعامل معنا بقى بالزبط بإذن الله اشرح لنا حضارك بقى هنعليجها ازاي بالاشاعة التدخلية واحنا معانا فيديو هيبين لنا وحضارك بتتكلم احنا في دقيقة بس هي عملية تضخم البروستاتا اللي يعني هي بدأ الموضوع ده سنة 2000 دي كانت اول حالة والحمدل اللي احنا ادخلناها مصر سنة 2012 هي عملية غلق شرياني او انصمام شرياني باللغة العربية الفصحة وهو ان احنا بنقفل الشرايين اللي مغزية لهذا التدخم فبيحصل فيه تلايف ودمور فيفتح مجرى البول تاني زي ما هنشوف في الفيديو يعني انا نقفل مصدر الدم اللي بيروح لهذا التدخم فيبدأ يكش يصغر يوم يسمح ان البول يمشي طبيعي وفيش حاجة تتبقى منه بزبط كده طيب نشوف برضو هذا الكلام على الفيديو احنا عندنا الحقيقة ده زي ما احنا شايفين دي المسانة ودي البروستات المتضخمة انا بخش بالاسطرة اللي هي الزرقة دي عن طريق شريان الفخت وبنخش منه بالفتحة صغيرة ملي على شريان الحوض الداخلي الايصر ثم الايمن ادي ده شريان الحوض الداخلي الايصر بخش منها باسطرة اسمها اسطرة متنهية الدقة مايكروكاثيتر اللي هي الرمادي اللي هتطلع دلوقتي حالا الاسطرة دي بيبقى قطرها حوالي ملي متر او اقل قليلا من الملي متر عن طريق الاسطرة الصغيرة اللي طالعة دلوقتي دي بنقدر ان احنا ناسطر شريان البروستاتا نفسه لانه شريان صغير جدا وبنحقن حبيبات طبية دقيقة مصنوعة من مادة اسمها PVA او Polyvinyl Alcohol المادة دي مادة ما بتتفاعلش مع الجسم بنبدأ نحقن لحد اما نقفل الشرايين المغزية للبروستاتا دي بيبقى حجمها بالمايكرونز يعني حجمها مثلا دقيق جدا بنبدأ نحقن هنا زي ما احنا شايفين ده منظر الحبيبات فبتقفل الاوعيات الدموية بتاعت البروستاتا بنكرر القصة دي الناحية التانية فبيبتدي يحصل دمور تدريجي وتليف زي ما احنا شايفين دلوقتي فالبروستاتا تصغر فتفتح لنا مجرى البول اللي هو الابيض اللي في النص ده جميل طيب ما تيجي كده نشوف حالات حقيقية ممكن نعرف عن حالات حقيقية حالات جميلة الحقيقة ممكن برضو نشوفها ده منظر تصوير من على الشاشة بتاعت الشعة ايوة الزبت ده زي ما احنا شايفين ده الشريان المغزل البروستاتا ودي جزء البروستاتا المتضخم زي ما احنا شايفين كل الاسوة ده عبارة عن الدموية بتاعت البروستاتا حجمها كبير بالزبط دي حجمها كبير واضح جدا زي ما احنا شايفين نجري بعد إذن حضر ايوة وهنا ده المنظر بعد ما قفلنا الفص الايصر زي ما احنا شايفين ما عادش موجود الجزء الاسود اللي في النص ده اختفى تماما هو اختفى تماما اختفى بالزبط كده بالزبط كده فانت نفس القصة انا بكررها الناحية التانية زي ما هنشوف دلوقتي بدخل على الشريان اليمين زي ما احنا شايفين دلوقتي ده برضو شريان الحوط الداخلي اللي مغزل كل اعضاء الحوط يعني انا بقى في الناحية وبعدين الناحية التانية اه بس وبعدين بابتدي ادخل بأسطرتي المتناهية الدقة على الشريان بتاع البروستاتة زي ما احنا شايفين دلوقتي ودي برضو شايفين التدخم بتاع الفص الايمن احنا قفلنا الفص الايصر خالص ودلوقتي احنا في الفص الايمن بعد كده زي ما هنشوف دلوقتي خلاص اه خلاص ادي دلوقتي لس اهو راحت خالص الحمد لله افلت فالدم وقف ان يروح بالزبط الدم وقف على انه يروح بالزبط طيب الكلام ده ملوش اعراض جانبية دكتور كريم اه زي ما حضرتك عارف اي حاجة في الطب ليها اعراض جانبية لكن الحمد لله احنا كل التدخلات عموما بتاع الاشعة التدخلية اعراضها الجانبية بسيطة جدا بالنسبة الموضوع البروستاتة بالذات اهم الاعراض الجانبية بيحصل حرقان في البول بعد العملية والام في منطقة العجن اللي هي ما بين الشرج ومنطقة الخصية كلام ده بيبقى الام بسيطة وبتقعد يومين تلاتة بالكتير بعد اسبوع بالكتير بيبدأ المريض يحس في التحسن لكن بيخرج بيتبول عادي بيتبول عادي هو بيحس ان الاعراض ساقت لفترة وجيزة جدا هو مش فكرة بيتبول عادي هو بيخرج في نفس يوم العملية وبيروح البيت ويقدر يمارس حياته الطبيعية تماما من تاني يوم لكن التحسن بيبدأ بعد اسبوع والنتيجة النهائية على بالما الضمور بيحصل الضمور الشامل بياخد فترة شهور بسيطة يعني طيب طيب كل الناس طبعا ويهم الرجالة جدا السؤال ده تأثيرها على العلاقة مع الزوجة او ممارسته الحياة الجنسية الطبيعية هو ده اكتر سؤال بنتسئله دائما وابد ده اكتر سؤال المريض بيجي يقول لي هل بتأثر ولا هي الحقيقة طبعا هي بتأثر بس بتأثر تأثير ايجابي يعني العملية حقن البرستاتا بتحسن القدرة الجنسية بنسبة من عشرين لتلاتين في المية في كل الرجال ودي اه نسبة محسوبة علميا يعني بتقدر تحسن القدرة الجنسية هي الميزة كمان فيها ان هي ما فيهاش اي قصف مرتجع بعكس اغلب العمليات التقليدية وما فيهاش اي نزيف ولا سلس بولي بعد العملية طيب فيه سؤال مهم جدا كل الرجالة طبعا لازم تتطمن بعد العملية دي انها ما اثرتش بتسلب على العلاقة الزوجية فرأي حددك ايه وبتجهوبهم تقولهم ايه والحقيقة ده اكتر سؤال بتسئله يا دكتور ايان ده اكتر سؤال بتسئله على الاطلاق يعني هي الحقيقة طبعا هي لها تأثير بس هو تأثير ايجابي يعني العملية بتحسن القدرة الجنسية عند هؤلاء المرضى بنسبة من 20 ل 30 في المية بتحسن القدرة الجنسية الحاجة التانية زي ما قلت لحضرها هي بتتعمل من عملية من فتحة صغيرة جدا لا تتعدى المليمتر الواحد في المريض اللي هو يشرح ان ده تدخل دقيق وقليل التفاصيل بالزبط كده يعني زي ما احنا شايفين بالزبط النقطة هي دي الفتحة اللي دخلت من عملت ده كله كل العملية دي من الفتحة اللي بين احنا دي مسلا مكبرين عشر مرات دي فتحة أعلى الفخد بالزبط هي دي اللي بتدخل منها وتعمل منها الشغل بالزبط كده طيب دكتور كريم برضو عشان تكلمنا عن حاجة للرجالة نتكلم عن حاجة للستات في حاجة مهمة جدا والحياة بيحصل كلام كتير عليها اللي هي الأورام اللي فيها في الرحم ودي حقيقة متهمة في حاجات كتير زي العقم وزي النزيف فهل دي برضو لها دور معاكم وابتداروا تتدخلوا وتعملوها بالطرق الدقيقة دي زي البرستاتة طبعا هي احنا الأورام اللي فيها من الحاجات الراصخة جدا في علاج في العلاجات بالأشعة التدخلية عموما بقالها كتير وهي من الحاجات النجحة جدا يعني من أنجح التدخلات اللي بنعملها الحقيقة الأورام اللي فيها طبعا هي ليها أنواع كتيرة وعلى حسب النوع بيتفصل العلاج للمريضة الأورام اللي فيها ليها تلات أنواع زي ما هنشوف في الصورة دلوقتي عندنا صورة يا جماعة فيها الأورام اللي فيها أيوا بالزبط احنا عندنا تلات أنواع النوع الأول هي الأورام اللي فيها اللي داخل تجويف الرحم زي اللي احنا شايفينا دخلة في تجويف الرحم والنوع الثاني هو الأورام اللي في عضلة الرحم أو الميومتريا مع عضلة رحم نفسها في الجدار بالزبط النوعين دولا بيبقى أهم أعراضهم نزيف شديد خصوص أثناء الدورة الشهرية وممكن يكون بعيد عن الدورة الشهرية وآلام شديدة سواء أثناء الدورة وألام أثناء الجماع وانقباضات في الرحم كبير أما بالنسبة للنوع الثالث فهي الأورام اللي خرجه من الرحم من بره ويدي لو عدت لو كانت صغيرة في الحجم ما بتعملش أي أعراض أما لو كبرت فبتضغط على الأعضاء اللي حواليها يعني ممكن مثلا تضغط على المستقيم تعمل إمساك تضغط على المسانة تعمل زيادة في عدد مرات التبول وتعمل أعراض تبول متكرر عند المرأة فهي حاجة كلها جوه الحوض فالوجات حاجة كبيرة وسطيهم هتضغط عليهم كلهم تمام طب التشخيص بقى بيتم ازاي؟ أهم حاجة في التشخيص الموجات الصوتية المهبلية بنعمل موجات صوتية عن طريقها بنقدر نحدد الأورام اللي فيها دي بالتقريب بعد كده قبل ما بنعمل العملية لازم بطلب من المريضة بتعمل رانين مغناطيسي على الحوض لأن ده اللي بيحدد لي عددهم وحجمهم بدقة شديدة الصونار طبعا زي ما بنقول عليه أوبريتور ديبندنت يعني ممكن أنا إيدي تجيبه خمسة ممكن واحد تاني يجيبه أربعة ونصف الرانين ما فيهوش القصة دي ده بيبقى إياس دقيق غيدا عشان نقدر الصونار بيختلاف ما بين الشخص اللي بيشغل الصونار ممكن لو أنا شخصيا عملت الصونار مرتين وربعا لنفس المريضة طلع فروق بسيطة فإحنا بنحب عشان نعرف بدقة تماما بنعمل رانين مغناطيسي قبل عمل العملية طيب هتعالجها بقى إزاي بنفس الطريقة بفتحة برضو صغيرة وتدخل هتعمل إيه بقى على شكل هي نفس الفتحة بالزبط هي عملية غلق شرياني زي اللي شفناها في البروستاتا معنا فيديو يا جماعة برضو هنشوف أسنع ما الدكتور الكريم بيشرح لنا هيعمل إيه بالزبط مع هذه الأورام الليفية ده إحنا شايفين دلوقتي رحم طبيعي وشايفين الدموية اللي وصل له هيجبر شوية هذا الرحم بوسط الورم الليفي اللي هو الأبيض اللي في النص ده طبعا إحنا شايفين كل الدموية اللي حوالين الورم ده رسم تخيلي لهذه الدموية هنيجي بقى نخش على إيه العملية بتاعتنا برضو زي عملية البروستاتا بالزبط بنفس الفتحة اللي شفناها بالزبط هندخل عن طريق شريان الفخت إحنا يعني هنعتبر أنه ده التنظير بالأشعة السينية دخلنا بالأسطرة بتاعتنا دخلنا الناحية التانية لشريان الحوض الداخلي الأيصر وطلعنا منه على الشريان اللي مغزي للورم الليفي وبعدين بنبتدي نحقن الحبيبات الدقيقة بتاعتنا الحبيبات هنا بيبقى حجمها أكبر شوية من بتاعت البروستاتا عشان حجم الشريان نفسه أو قطر الشريان أكبر من شريان البروستاتا الأبيض الحاجات البيضة الكور البيضة دي بيورينا حجمها مقارنة بكرات الدم الحمراء قد إيه هي؟ دقيقة بتدخل وتبتدي تقفلي الورم الليفي ده فمع الوقت الورم ده بيبتدي يصغر ويضمر ويتليف ويرجع الأعراض بتبتدي تختفي طبعا أعراض زي النزيف بتختفي على الفور يعني لو المريضة ده خلالي بتنزف فتخرج من عندي ما بتنزفش أعراض الضغط والحاجات اللي بتحتاج وقت عشان تصغر تاني زي البروستاتا دي اللي ممكن تاخد أسابيع أو شهور لحد لما الورم يضمر إنما بالنسبة لأعراض النزيف والألم بتختفي بمجرد عمل العملية لكن ما فيش أعراض جانبية تشتكي منها بعدها الفترة هي كان زمان أهم معارض جانبي اللي انقبضت أنه كان بيبقى ألام شديدة جدا يومين أو ثلاثة بعد العملية بس دلوقتي بس دلوقتي بس دلوقتي بس دلوقتي ودلوقتي يعني هو كانوا بيشبهوا بألم الطلق بالزبط دلوقتي أصبح عندنا طرق كتيرة جدا أنه نلغي الألم ده تماما سواء عن طريق أدوية سواء عن طريق تخدير دلوقتي في حاجات بتركب والمريضة قاعدة يوم في المستشفى بتحقن لنفسها كده سرنجة بسيطة كل ما تبتدي تحس بألم بحس اليومين الصعبين نعديهم لها بدون ألم تماما طيب التفاصيل كتير ولسه في أمثلة كتير بس هنتلع فاصل ونرجع تاني للدكتور كريم عبدالتواب هيشرح لنا تاني برضو استخدام الأشعة التدخلية في كثير من المشاكل وبأقل تدخل ممكن زي موعدنا الدكتور كريم نتقابل بعد الفاصل إن شاء الله شكرا شكرا